اشتركوا في القناة هنبدأ بقى ناخد اول درس فيها النهاردة باذن الله بس قبل ما نبدأ فيه هنبدأ الاول ناخد يعني الاهداف العامة للواحدة الرابعة علشان تعرفوا انتوا هتدرسوا ايه في التلات دروس اللي جايين اولا يعني نادي المسافرين الوبجكتيف دي لونتي متلخص فيه نامرو ا الحديث عن وسائل المواصلات هناخد كمان ازاي نعبر عن الالم فيزيك البدني اي دي سانساسيون والتعبير عن الالم اللي هو في الاحساس تمام؟ يعني هناخد تعبيرات بتعبر عن الشعور او الاحساس هناخد كمان دير او اوني او او اونفع يعني الحديث عن المكان اللي بنوقد فيه هناخد فيها اماكن كتير وي بروح علي هناخد كمان نومي تعرف على ايدان تفية اسماء لكوميرس المحلات التجارية المختلفة سيبريمي لادولير انها خلاص فيزيك اي دي سانساسيون ابراندر لبرنو شوفوا بقى انا قلت لكم من اول درس ان قعدة لبرنوم برسونال الدمائر الشخصية متوصلة معايا لغاية اخر اونتي فاخر حاجة فيه برنوم برسونال اللي هي الاجرة هي دي اللي قدامنا انا اخدها ان شاء الله في الانتي دي نتنقل دلوقتي لبريميير لسان اول درس عندي اللي هو فارلي دي موين دي ترانسيقور الحديث عن وسائل المواصلات الدرس ده هناخد فيه هناخد فارلي دي موين دي ترانسيقور حديث عن وسائل المواصلات الافعال المتوصلة بوسائل المواصلات زي فارب سي دي بلاسي فارب يتنقل سي دي اللي هي سي دي بلاسي فعلة طبعا زود امرين فارب دي صندر ينزل وفارب منتي تسعد او يركب هناخد لبري بوزيسيون فروف القر دي فان لي موين دي ترانسيقور امام وسائل المواصلات او اللي عندي هنبدأ طبعا انتو هارفين نظامة بالفوكابولير الماسكولا او النو الماسكولا اول كلمة خالص هي عنوان الدرس ان مويا كلمة ان مويا معناها وسيلة تمام وكلمة دي مسكولا افتكروها كويس وعلى فكرة لو استخدمتها كأجيكتيف كصيفة يعني هيبقى معناها متوسط طيب ناخد كمان لترانسيبور يبقى ليه مويا دي ترانسيبور اللي فوق بعض بتقول على طول معناها وسيلة التنقل وسائل النقل لترانسيبور النقل ان مويا دي ترانسيبور وسيلة المواصلات او جمعناهم الكنين مع بعض طيب ان فورت المينة تمام احنا هنقض كل ما يتعلق بوسائل المواصلات كل وسيلة لها مكان بتبقى فيه كل وسيلة تمشي فين فتمشي على ايه هناخد كل ما يخصه وكل المحطات بكل انواح فان قورت دي تعتبر خاصة بالباتو المينة خاصة بالمراكب المطار عشان الطيار ده خاص بايه الموقف ده بيس ده ده بيس ان شمان ده فار شمان ده فار اللي هي سكة ايه الحديد تمام ان شمان ده فار هناخد ايه كمان شمان ده فار هاخد لير اللي هو الهوى لوسيال السماء محنا بنقول كل وسيلة ولها مكان بتبقى فيه لير ده مثلا او لوسيال السماء بتبقى فيها الافيون طيار ان وياج رحلة ان تراجي مسافة ده راي قدوان القدوان طبعا القدوان زي تاسيق نزمان تشافين في لطو وكمان تنفع القدوان اللي بيمشاليها المترو او لطرن الاطر نولون تني ان موين لترانسيبور ان موين دي ترانسيبور ان پور ان اريبور ان اريد بيس ان شمان دي فر لير لوسيال ان وياج ان تراجي دي راي طيب ان كممارس محل ايه تجال ان ماجازين مجال خلي بالك كممارس وماجازين اخرهم بس هما مسكنا ان بروي دوضاء دوشة ان شوفر سائق ان موياجر وسافر ان باساجر راكب ان جوشي تيي ش اللي هو بائع التزاكر ان موظف دي جون القفزات خطوة طبعا في الدرس الاول ان كاسك الحوزة ان سكات لوح خشبي للتزلق ان فييي اللي هي التزكرة نقول تاني ان كممارس ان ماجازين ان بروي ان شوفر ان وياجر ان باساجر ان جوشي تيي ان ان بول ويا دي غن ان كاسك ان سكات ان بي اي ام 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 ريحلة 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 دي رولي خزي تزل لغ عقل دي فران اللي هي فران اللي هي الفرامل نقولهم تاني نتخل دلوقتي في نام كلمات المؤنسة إن فيست سيكلابل طريق خاص بالدراجات إن روت طريق إن كوروازار رحلة بالمركب خلي بالك خدنا في الشريحة القابلة دي على طول فول اللي هي نجيبها لك تاني فول رحلة جوية دي بستخدم فيها إن ما عندك خدنا بوياج كمان رحلة إن ما عندك هنا كوروازار دي رحلة إيه بالمركب يعني رحلة ده سهلو على المية إن جار جار محطة خاصة بيه لوتران خاصة بالكتار إن سيتاسيون دي مترو محطة إيه المترو دي خاصة بالمترو لا تير الأرض لا تير لا مير البحر بصة طبعا بيه المراكب بطو والحاجات دي إن موتو موتوسيكلة إن بالاد خدناها كتير قوي بتساوي بروميناد نوزها والفرب بتحسي بالادي اللي بيساوي سيبروميناد يتنز لا سيرقلاشيون المرور حركة المرور إن ري في يتون طري خاص بالمشاه إن ري في يتون دي كورس مش طريات نقولون تاني إن بيستي سيكلاب لدي حاج خاصة بالدراجات إن روت إن كوروازار إن جار إن سيطاتي دي ميترو لاتر لامر إن موتو إن بالاد لاصرقلاشيون إن ري في يتون دي كورس دايد كامل نوم الفيمنى عندين فلاج شوتي إن فلاج إن سانتور إزام إن سيكوريتي أمن إن فلونش لوح خشبي إن إلكتريسيتي إلكتريسيتي القهربة إلكتريسيتي طب عندنا إيه بيمشي في القهربة في المؤينة ترانسيبور ترانب مثلا باريكسانب إن إيسانس وقود أو البنزين عندك الفيلو بقى عندك بتاعة البواتور التاكسي الحاجة التي كلها بتمشي بيه الإيسانس إن إنيريجي الطاقة إن رو ده الإطار أو الكويتش بتاعة العربيات إسمو إن؟ إسمو رو إن فرس القوة إن بوات سندوق زي ما انت شايف كده إن بلاس مكان أو ميدان إن فرماسي سيدالي نقولهم تاني إن بلاج إن سانتور إن سيكوريتي إن بلانش إن إليكتريسيتي إن إيسانس إن إنيريجي إن رو إن فورس إن بوات إن بلاس إن فرماسي ناخد دلوقتي لفر فرب نافي جي سير يعني يبحر ودوة نصيحة كده الناس اللي بتتفرج على الكور دي إن أول درس في الوحدة بيبقى أهم درس ليه؟ أهم درس بالنسبة للفوكابولير بالذات بيبقى فيه كمية كبيرة من الكلمات بس هي اللي بتخدملك على الدرسين اللي بقيين نافي جي سير يبحر بويا جي يرحل أو يسافر بارتير يرحل أو يسافر يبقى عند هنا بويا جي و بارتير مونتي يصعد السلم أو يركب وسيلة مواصلات دي صندر ينزل السلم أو ينزل من وسيلة مواصلات سي دي بلاسي يتنقل التوندر ينتظر بروندر يأخذ ويركب ويتناول ومن سنة أولى عمليين ناخد له معاني واستخدامات فولي يطير اللي جاي منها فول فول اللي هي رحلة طيران أتاشي يربط دمام بس هنا هناخدها مش يربط الحزاء زي الصورة انما هقول أتاشي اللي هي يربط حزام الأمان أكماني يرافق يستحب سيركولي يتكوال سيركولي سيركولي يتكوال نافجي سيركولي طيب عندي كمان فرب كوندوير يقود قربي يصل كيتي يترك أو يغادر رولي يسير ديسكيتي يناقش إيميني يرافق أو يستحب كونسومي يستهلك إيتيليزي يستخدم سريتي يتوقف أقورتي يجلب أو يحضر تمام يحضر شيء يعني نقولهم تاني كوندوير أريفي كيتي رولي ديسكيتي إيميني كونسومي إيتيليزي سريتي أقورتي طيب هندخل دلوقتي في جدول اللي بعدك اللي هو لزاد جيكتي فلزاد فيربو لكسبريسيون على فكرة الكلمات مهمة جداً جداً نحفظها ونعرف معانيها ونحفظها كتابة كمان عشان لما نيجي نكتب سو جي مثلاً أو إيميل نعرف نكتبها صح تمام إنها ليه 6 درجوات يعني 1.5% تاني فمهم جداً جداً إن أنا أحفظ الحاجات دي كويس طيب لون لونت اللي هو المؤنس بتاعها بطيط نور مال طبيعي آآ ها طيب آآ آآ خونفورطابل يعني مريح خونفورطابل مريح أنكمفورطابل عكسها غير مريح وخونفورطابل أو أنكمفورطابل مذكرها زي إيه؟ زي مؤنس طيب عندي بعضي كده آآ روبيدة اللي هو سريع رابيد فيت بسرعة رابيد مو بسرعة برضو خلي بالكم هاي فاتت تنصي وكده وننتبه رابيد يعني سريع فدي صفة تمام إنما فيت بسرعة فدي زرف إيه الفرق ببينهم الصفة بتتبع الموصوف في النوع والعدد دي مذكر ومؤنس في نفس الوقت عشان أخرها حرف إيه لكن لما تيجي تجمع حجمع هحطت لها أس إنما لما أقوله على الكلمة دي أدفيرب فدي بتوصف لفيرب وتوصف فعل وما بتتغير يعني لا تتجمع ولا تتقنس ولا أي حاجة تمام طيب إيه الأدفيرب من رابيد رابيد مو اللي قدامنا دي لانت مو دي ببط دي زرف أدفيرب توصف فعل طب الصفة منها إيه أهي أول صفة لانت أبي يه على الأقدام فراتيكة عملي دي رون خلال أو أثناء و تو معناها موبكيرا يبقى لون لونت نورمال كونفرطابل انكمفرطابل رابيد بيت رابيد مو لانت مو أبي يه فراتيكة ديرون تو أوريتار يعني أوريتار يعني أوريتار متأخر مبكرا ألير يعني في المعاد فإنت عندك هنا لو إحنا معادنا مثلا أوريتار ساعة تمانية تمانية ونص تبقى أوريتار تبقى جيت لي تمانية لاروب يبقى أوريتار طيب سار على سوق تحت سا دي بيوند يعني إيه سا دي بيوند يعني على حسب تمام ديفون أمام ديرير خلف حروف غر وعلى فكرة سير وسو وديفون وديرير من حروف غر البسيطة يعني إيه بسيطة يعني بييجي وراها أدوات ما بيجيش وراها ديوهات أو لك ديفون لو لسي ديرير لكل سير لپيرو سو لو پيرو أو سو لطابلة طيب فيد فارغ حاجة فضية أنيمي يعني مزدحم بتساوي بوند الكلمتين دول مرادة فات أنيمي وبوند طيب نكمل كلمات كثيرة معلش عشان دا أول درس في الأونيتي أني سكوتر سكوتر دراجة بخري أن تي جي في اختصار إيه تي جي في ترين أغران دي بتاس يعني كطار شديد الصورة أن ترام ترام أن فيلو دراجة أن فيلو دراجة ودي طبعا أن مترو كتوبة بس غالط أن مترو إن في سيكلات اللي هي الدراجة اللي اللي قدام دي الصورة بتاعتنا دي في سيكلات طيب إن فاتور سيارة أن فيس أوتوبيس أن أوتو كار سو برجت أن باتو مركب بخيرا أن avيون طائرا أن تكسي اللي هو تكسي نقول تاني أن سكوتر أن تي جي في أن ترام أن فيلو تمام أن أن مترو إن بي سيكلات خلي بقى لك بقى من وسائل المواصلات إن فاتور أن فيس أن باتو أوتو كار الأول أن باتو أن آبيون أن تكسي دي وسائل المواصلات طيب نكمل وسائل المواصلات عندي أن ترام وإن إيه موتو الكطار وموتو سيكل طيب ناخد بقى الملحوظات على الموين دي ترانسيبور يعني إيه الموين دي ترانسيبور وسائل المواصلات بنقول بتنقسم وسائل المواصلات لعدة أنواع على حسب إيه المكان اللي بتصير فيها مثلا على بقى نخط تفاصيلها الدي تهي بتاعدها ونمرو سير لاروت اللي هي بتصير في الشارع أو على الطريق زي إيه لوتوبيس لفواتور العربية الملك اللوتاكسي لو في لو الدراجة لو سكوتر سكوتر لاموتو الموتوسيكل لبيسيكلات الدراجة أو البسكلات سير لري على قطبان القطبان طبعا زي لوترا بيمشي على قطبان لو مترو على قطبان لو تراماوي اللي هو الترام طيب سير له على المية زي لو باتو تمام لو نافير اللي هي السفينة يا أولاد باتو مركب نافير السفينة لا فلوك الفلوك مركب صغيرة كده في النيل مثلا لو يات السيقاش هنا ما بتتنطعش طب اي يات ديت اللي هو اليخت اليخت بنقول عليه ايه يات دون لير زي اللي هي اللي هي الايه الطيارة لير يعني ايه الهواء يبقى عندي سير لاروت سير ليراي سير لو دون لير خلي بالك من حروف الجر التلاتة سير وهنا دون لير طيب الملحوظة التانية بنقول لك attention خد بالك ركز وما تسرع وسائل الموصلات التي بتعتمد على electricity يعني بنسمع الحاجة تانية كمان electricity electricity اللي هي الكهرباء زي ايه لو مترو ويه لو تراموي وعندي وسائل الموصلات بتعتمد على لو جازول اللي هو الغاز الطبيعي أو license الوقود أو البنزين زي ايه بقى لوتران لوتوبيس لوتوكار la voiture la vieon la moto أو motocycler وقلنا la vieon اللي هي اللي هي التيارة دي قلب بصرف المفروض والا voiture اللي هي العربية الملاكي طيب ايه الفرق بين أوتوبيس ووتوكار أوتوبيس اللي هو الأوتوبيس ممكن نقول عليه اللي هو قوة البلد نفسه أوتوكار اللي هو ممكن ينقني مثلا من أليكسوندري اللي غاية تتأخير مثلا القاهرة يعني ما بين المحافظات أكتر تمام اللي هو السوبرجيد طيب لاحظ ما يأتي تمام لاحظ ما يأتي بنقول كده وسائل المواصلات اللي بنركب فيها تعال بقى نشوف حروف الجر الخاصة بوسائل المواصلات وسائل المواصلات بنركب بداخلها بتاخد حرف الجر أون أو ضار خد بال نركب في داخلها يعني يعني مش عليه كمان زي التاكسي زي المترو زي فوتور مش بركب عليها بركب جواها طيب تعال نشوف التلات تأسيم اه انا عندي تلات حروف جر هما لما عوز حرف الجر الوسائل المواصلات باخد واحدة منها على حسب حسب ايه حسب الفعل هنقول دلوقت ازاي وعلى حسب نوع الوسائل هنا هنا لو عندي حرف مثلا وسيلة المواصلات زي عندي مثلا برب زي سيد بلا سيد تمام والقيت عندي وسيلة المواصلات مكشوفة بركب عليها باخد حرف الجر ا زي ايه زي افيلو اموتو ابيسيكلت واشهرها طبعا ايه ابي ممكن اضربت لها اسكوتير طيب لقيت وسيلة المواصلات بركب فيها تمام اقول اون تاكسي اون مترو لكن خد بالك غير مسبوقة بايه بأداة طب بركب فيها بس مسبوقة بأداة في الحالة دي اروح للتالت بتاعتهم اللي هي بار اقول بارلو تاكسي بارلو مترو ما عدا عندي وسيلتين افيون طيارة وباتو مركب الواحدين استخدمهم معبار وبدون اداة او تغلب على الفكرة بيبقى الفاعل بتاعهم يعني الحاجة اللي انا ببعثها بالطيارة او ببعثها بالمركب بتبقى شيء غير عاقل انا ببعث طرد الحد مثلا عن طريق الطيارة او المركب بس يعني ما دخلوش نرسوك في المتاهل هنخلينا ناخد القاعدة على ما هي كده بس يبقى عندي ثلاث حروف جر ال-a وسائل الموصلات بركب عليها un بركب فيها بدون اداة وvar بركب فيها باداة طيف اوها تنسى جميع وسائل الموصلات مع فعل بروندر يعني بروندر يعني يركب ما بتاخدش حروف جر اصلا مال بتاخد ايه ادوات ادوات زي ايه ناكرة او معرفة او ملكية او اشار انا بقول انا بركب القطر او باخد القطر يبقى انا احتاج حرف جر هنا ليه اقول انا بحب اركب المترو انا هنا مع بروندر ما باخدش حرف جر باخد ادوات يعني المفعول اللي بيجر وراها ايه مباشر ان شاء الله يعني هترتبط قوي وسيلة الموصلات وفرب بروندر تاخد ضمير شخصي على طول يا له يا الله يقلب قصور تمام خيط الفرب بقى ناخد بقى الافعال المتعلقة بيه وسائل الموصلات ونشوف تصرفها وبعد كده هنشوف مع كل فرب ليه حروف جر الخاصة بيه مع وسائل الموصلات اول فرب عندي اطندر يعني اطندر ينتظر طب بتصرف ازاي ده بشيل آخر حرفين لانا مجموعة تالتة الار او وحط ايه اس مع ج اس مع ت الو ال مافيش يبقى اس اس مافيش مع النو ون اس مع البو يزد مع الو الابيك اس ون ت طيب دي صندر اخو اطندر بالزبط اطندر ينتظر دي صندر ينزل ينزل نفس طريقة التصريف شيل الار او وحط اس اس مافيش ون اس وزد ون ت تطبير ببروندر اخوهم نص ونص ازاي انا بشيل الار او وحط هنا اس اس مافيش لكن مع جمع بشيل الدي ار او يعني ده بيتصرر بطريقة اتنين تلاتة اتنين ايه تلاتة مع ضمير المفرد بشيل اخر حرفين وحط اس اس مفيش ومع الجمع بشيل الدي ار او وحط او او ازاد او ضاعي في الان وبعدين احط الان دي بلا س يتنقل طيب ده بقى فعل زو ضميرين وصح صح معايا كده وخلي بالك انت كمان معايا نشوف هنصرف ازاي اولا انا هصرف في الس الس دي هي طبعا فين الضميرين اللي طيب فين الضميرين التانية عشان اقول على الفعل زو ضميرين الس دي طب الس دي بتتحول ايه مع الج لمين وبتتحول ايه مع ت ت ومع ايل وقال واي اسم وفرد س ومع النو نو تانية ومع الف تانية ومع ايل وقال فيك اس س زي ما هي دي اول خطوة في تصريف اي فعل زو ضميرين وبعد كده اروح للفير بنفسه ده مجموعة اولة اه شلي الار وخطي نهايات المجموعة الاولى عادي جدا ا اس ا وان اس ا ز ان ت بس هنا مع الضمير نو في تكة صغيرة كده لاي فعل منته بس ا ا ا مع الضمير نو بالز لما تحزف الار وتحط له ان اس حط لي كده سدية تحت c اس صغيرة كده تحت c لان c لو وراها o بتتنطق k للحفاظ على سلامة النط ان في كل تطريف الفعل بتتنطق اس فاحط لها السدية دي تمام كده تمام ان شاء الله طيب هروح لبر بمون ت يصعد او يركب وده فعل مجموعة اولة اس ا ون اس ا ز ون ت طيب دي كده الأفعال وتصريبها ولازم نحفظها نشوف دلوقتي بقى فعل فعل كده وايه حروف الجر الخصة بيه فعل c دي بلا سي دي اول واحد اللي هو معناه يتنقل وياخد التلات حروف جر اللي احنا اتكلمنا فيهم اللي هو a و un و part ومعنا على فكرة ومع وسيلة المواصلات اللي بركب عليها un فيها بدون اداة وبار فيها باد مع اذا افيون باطو هقول كده l c دي بلاس هي بتتنقل بار لو تاكسي طب g مي دي بلاس انا بتنقل a بلو طب l c دي بلاس un بواتور تمام بواتور عربية من لكن فعل التاني هو فعل disonder يعني ايه disonder يأخذ اللي هو ينزل disonder معناه ينزل بييجي وراه حرفين جر بييجي وراه حرفين ايه جر يعني كده سلح لكم اهي مالشي كده سوين المعلومة بس تبقى قدامكم صح اهي ايه دي وراه حرفين ايه صر اوله اتاني اهي c c c تنقل وعندي هنا disonder ينزل disonder معناها ينزل يجي بقى معي ايه خدوا بالكوا بقى من الفعل ده خد بالك منه كويس جدا فعل disonder ينزل من وسائل المواصلات ينزل في مكان فبيد وراه حرفين جر حسب هو جاي وراه لو جاي وراه مكان هياخد الايوهات يعني او اطغامها يعني او الا اقل اصرف او بالاكس فكريين اللي كنا بناخدها مع جوي والانشطة الرياضية هي هي الايوهات يعني اقول كده جيد ده صند انا بنزل على جار في محطة باريس مثلا ده باري تمام طب لو ينزل من مواصلة من هياخد الديوهات يبقى جيد ده صند ده ترى يبقى انا بنزل من الكطار تمام الده بإطغامها يعني الده دي لا دي قلق فصرف دي دي كده بير بيه دي صندر دي صندر يعني ينزل يجي ورح رجر ايه ايوهات وديوهات امتى ياخد الايوهات لو جاي وراء مكان امتى ياخد الديوهات لو جاي وراء وسيلة مواصلة طيب فعلي منتي اللي هو منتي اللي هو ايه منتي منتي يصعد او يركب منتي يعني ايه يصعد او ايه يركب طيب أنت إيه يصعد أو يركب ده بيجي وراه حرفينجر على حسب إيه على حسب نوع الوسيلة اللي جاية وراه الوسيلة اللي جاية وراه لو ما تشوفه بركب عليها يبقى في الحالة دي هتاخد الآ طيب لو بركب فيها هتاخد ظن وأداة إزاي أقولك هو بيركب على الحصان شي فولور وسيلة هي بنركب عليها هتاخد الآ وما بتاخدش إضغام على فك الآ إنما حاجة بركب فيها هقول كده أنا بركب فيه آدي الوسيلة جاية مسبوقة بأداة وقبلها ضن أداة إيه دي؟ صفة إشارة طيب فعل الطوندر ينتظر وبروندر بنقول لا يأخذ أي حرف جر ولكن يأخذ إيه؟ محدد ولكن يأخذ إيه؟ محدد محدد إيه؟ معرفة ناكرة ملكية إشارة أنا بقول أنا بركب الأوتوبيس أنا بنتظر القطر فمش محتاجة حرف جر أنا هاخد أدوات أدوات زي لولا ألا بصرف لي معرفة ناكرة زي آن إن دي ملكية زي ماما مي طوططي إشارة زي أو الجي ما فاتي أنا بركب عربيتي إلى الطوند للمترو هو في انتظار المترو طيب كده إحنا خلصنا الدرس بجراميرو فضل المقالة بتاعه المقالة عندي هنا موضوعين موضوع الأولين غريب شوية بس شوء الله بسهل عليكم فرليت دو مترو سوترا اتكلم عن المترو سوترا دي يعني اللي هو بتاحت الأرض دي أولا دي بتاع لكوهرة يعني أونسات فراز في سبعة جمال سون أمبورتونس أهمي هيدو اللي هو تمن التسكرة لليو الأماكد للينية الخطوط طبعا إحنا لما جبنا موضوع زي ده هو بيجيب لي أنصرين بس أنا بنامي الموضوع أنا بقى وبعمل له ديفلوبين من عندي هايقول لك كده لو مترو دو كار ما أطار اللي هو مترو قاهرة اي لو برميين مترو هو أول مترو قائد تي كونستروي قسيسة أو قيمة أو شويدة فارئين سوسيتي فرانسيز بشركة فرنسية دون لكونتينو آفريكا في قارة إفريكا كلها اي انترام سبورت وهو بيانقل دي ميير دي جب سيا يعني ألافات من المصريين شاك جور كل يو وفعلا حيوي جدد لو بري دي أنتكي تمان التسكرة دو مترو اي تري زي كونوميكا بتقول اقتصادية جدد اي يعني ميجغالية اي برمي بتسمح دي سو دي بلسي بالتناقل دون لكارتية فرنسيبو دون لكارتية في الاحياء الرئيسية فرنسيبو دي لابيل للمدينة دوكر مدينة القهر ان بروجي دينوفال ليني في مشروع لقطوط جديدة اللي هي 4 و 5 اسيس اي انكور داكسيون يعني في مقرها يعني بيحاولو يعملو هذا وهذا سيحسن من حالة او محطات اللي هي وسائل المواصلات فين في القاهرة هاي طبعا بنقول ان دا هيحسن موقف الوسائل المواصلات في القاهرة طبعا هيسعيدها جدا فايل الموضوع التاني هو بيقول اللي دي كري في يكلم او يوصف الموين دي ترانسيب بور وسائل المواصلات كولي دي جيبس هيا اتليز اللي المصريين بيستخدموه وهايديني عنصرين من العناصر دي زي اونفيل زي الاكمبان زي بور فيواجي لكي تسافر بور سيبالا دي لكي تتنزل فاحنا هنقسمها بتأسيمة حلوة قوي هنقول كده بوكو دي جيبسيا شعطية بيحبوا الناشي على الاقدار سيلفي فو لو جو جميل والله كمان لو هي سيلفي فورو لو جو برد ويبقى في مطر هما بردو بيحب يمشي فيه بور سي دي بلاسي اونفيل عشان تتنقل في المدينة اون اتيليز بنستخدم لوفيس الاوتوبيس لوتاكسي تمام لوفواتير لوفيلو الاتي سي دي احتصار كلمة اكسترا يعني الى اخر طيح احنا حددنا هنا فين اونفيل فور سي دي بلاسي بارميلي فيل بقى عشان تتنقل بين المدن اون اتيليز احنا بنستخدم لوفيس لوتوبيس لوتاكسي لفواتير لفيلو تمام ممكن نقول اون اتيليز لوفيس لوتران لفواتير فور سي دي بلاسي على كامباني بقى في الريف اون اتيليز بنستخدم لفواتير الهربية لوفيلو دراجة وي ايه لوشيفال والقصان ولام كمان الحمار كي تسافر الى الخارج اون برون لوفيلو تستخدم الطيارة بورسي بلا دي بقى عشان تتنزح كده وتتفسح ممكن تستخدم اون اتيليز بنستخدم لوفيلو الدراجة ولا في سيكلات بو ديت هتقول لو ايه ما سي راشد اه اشتدي دي بيتمو نو سي مامو جي في او مرشي ولا نو سي مام فرير تمام على فكرتين فان نو سي مامو كمان طيب انا مي بو دموند كال موين دي ترانس بو برني بور اللي او دي سي ايه واسيلي توموصلات اللي بتخدها عشان تروح المدرسة بو ديت هتقول لو تمام اقول لو جيفون لو بيس انت بتعمل تصغح لقفين في السكات اللي هو السكات دا او السكات اللي انت بتركابه دا عشان تزحل بيه او تيمشي بيه بعجل دا سير السكات على السكات وفارك او سكات بارك بو دي موند او ان كوبان سي كيل مي فورالي او موتو طبعا بترتدي ايه علشان تروح او تذهب بالموتو لازم البيس الخوز صديقات بيسألة بتعمل ايه كورالي او عشان تروح بالدراجة يبقى ايه هو دي الممرات الخاصة بالدراجات ودي مش عندنا قوي مش في كل الاماكن هم عملوها في المدن الجديدة بس لكن بره بيبقى في مكان مخصص ليه سير الدراجات اسمو بيس تي سيكلاب طيف نشوف غيره بودي مونده بيسألة 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 إنت في الأوتوبيس اللي قاعد جنبك جارك حيسألك يقولك إيه انت نازل في أني محطة حشري جدا أخوك الصغير تروح فين تفقنا نمحطة القطر تسمعها إيه تسمعها لجار صح يبقى أنفاق لجار طيب فودمون دي أفوترامي كالموين دي ترانسيبور إيه هي وسيلة المواصلات إيه برون بورفير إنكروازير اللي انت تعملها أو اللي هي إيه برون اللي انت بتركبها علشان تعمل إيه إنكروازير رحلة بحرية طبعا إسمعها إيه لوباتو المركب فودرامي فودموند لوتران رول سير كوا الوقت صديقك بيقول لك القطر بيمشى على إيه تفقنا أنه هو على الرول رول دي فير برولي يسير بس خاص بوسائل المواصلة سير ليراي على الأطبان أنت في انتظار الأطباس مي إلي دو رتار ولكنه تأخر مي إلي دو رتار هقول كده جي برون انتاكسي خلاص انها قد تاكسي مي إيه برون در لاموتو انتاك تر تادي إيه أشن ترك الموتو 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 سيكلا تابعان كسك المخوزة ان كوبان يسير بس دمان دسكو كو فات بور فر دي فيلو تابعان هؤول جي برون لابستي سيكلا بل خاص بي الدراغات تابعان وووزين فرمي سير لو پريد دي أم پيئي پور لول دي باري ووزين فرمي يعني بتستفسر عن تمن تسكرة پور لول دي باري لرحلة رحلة الطيرام إلى باريس بو ديت او لكم بيان كوت ان بي پور لول دي باري كون دي وزا بي تيلوان دي لكل عندما تكون ساكم بييد عن المدرسة بو ديت اتقول جي برون لو مترو پور اللي لكل طيب بو زاد دان لو بيس انتا في الأوتو بيس الكون دكتر اللي هو الشوفر اللي هو الساواء وو دي حيقول لك ايه اكال الريف وزا لي دي سندر وو فولي بروندر لو تيجي في انتا عايز تركب القطار الشديد بسرعة ده او مو دي حنقول لك هتروح فين طبعا اللي على غار دي نورد هاقول لك روح المحطة بالشمل أنا أنا مي وو دي مندي تمام أنا مي وو دي مندي ما فروض کمان اللي على بلاس رام سيس تل وقت صديق بقول لك أنا أروح بلاس رام سيس ازاي تمام بيسألك عن رأيك في المترو وووديت اقول لك سي رابي اي براتيك ده سريع وعملي وووزات على الريبور انت في المطار ووديت اتقول جابطون دمنامي فرنسي انا فانتظار صديق الفرنسي سي هنا في اوزيادا فرنسي وووولي فار دي بيتيتي انت عايز تعمل بيتيتي اللي هي الدرابة القبلية او الوعية ووديت اتقول اي joutilis لو في لو. هي الفيتيتي نوع من أنواع الدراغات بس تبقى مصممة بتصميم معين يتحمل اللي هي الأماكن الوائرة. Vous voulez visiter Paris? أي سدور باريس? طب بالتالي, je vais à l'iripot هروح المطارع عشان أركب طيارة مش هروح مسألا يعني على cheval ولا guatil. أنا می vous demand votre moyen de transport beriferé. Vous dites? أتقول لو مترو. أنا بفضل المترو. سي pratique i-comfortable هو عملي ومريح. طيب. ناخد بقى شوية grammar. بيقول لي on, لو قاتو بورفير إنكروازير. طبعاً أنا هنا عندي تصريف verb brander وعايزين تصريفه مع ايه? مع on. تمام? يبقى di brand. maximum son portable au lycée hier. hier. دي خدناها الحصة لفئة التعلامة من علامات الماضي المركب. يبقى عايز هنا تصريف a-lay او تصريف a-dra ou a-bord الاسم المفهود. يبقى طبعاً a-firdy. الوافير بردر يخسر. او يفقد. هنا فقط مرتابل بتاعه وليسيه في المدرسة. الموبايل يعني. vous avez achival or vous savez achival sa-ve ده برب صوار ومصرف يبقى الفعل التاني اللي هيجيه هيبقى فين في المنظر من فيه? ليسي لاب اتطلي كيستيون ده برب رواندر يجيب وعايز اقول ان التلميذ بيوتجيب على كل الاسئلة يبقى ريباند دي. نو نيبا ساتليسان يبقى احنا ما فهمناش الدرس ده يبقى عايز افرب كومبروندر يعني يفهم مع تصريفه مع النو يبقى كومبرينو مون فرير اموتو مون فرير اصرفه معا برب سي دي بلاس يعني يبقى سي دي بلاس جي تي اللي ريبور يبقى انا اقول له انا في انتظارك عايز اتصريف برب التاندر ينتظر مع جي يبقى التاندر يبقى عند فعل مصرف اللي هو يبقى هاخد التاني في المنظر اللي هو بروندر ايمن تي اذا تصريف برب التاندر مع تي يبقى التاندر انت بتنتظر كالبيس يعني اي اوتوبيس برب اللي او ميوزي لكي تسافر او تذهب الى المتحف انا ايز اينا برب التاندر مع الو يبقى التاندر او ديم النهاردة وهو فعلا النهاردة يعني التقس ممتر يبقى هاخد هنا تصريف فير بقاتر الفرنسيين اتليز بكو الفرنسيين بيستخدموا كتير طبعا فير بي اتليز زي بروندر والطوندر ياولاد بيجو وراهم ادوات تمام يجو وراهم ايه ادوات مش حروف جر انا عايز اقول ان فرنسيين بيستخدموا كتير عربيتهم عشان التنقل طبعا ديت صفة ملكية الفرنسي اسم اللي هو الى بيكاس يبقى يالير يالير بالأس بواتير جامعة يبقى اخد لير بالأس يبقى اخد لير بالأس كيف نزل المحط ساعة ما شوف بي اخد لها عالاقدام الواشي ال فا واشي ال بتاخد صم صاسي اسم هو مفرد المؤنس يبقى هتاخد طبعا ص ميز انفان اطفالي اطنسي او واتير يبقى هنا ميز انفان وفي علام التعقب يبقى جوب لدي امرية امرية تروح ساق النفس ساقالة طول مع ميز انفان ميز انفان اسمي اطفالي يبقى مع الواشي اطنسي او 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 اطفالي العربية الدول الاني المؤنسة او المزاقرة المبدوعة متحرك المركب نافيج اللي هو يعني يسبح او هنا بيغوص يعني تمام المترو 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 اي ها كم لوترا مي المترو زي القطر ولكن فين في المدينة لوترا رول التران بيسير سير على طبعا لري القدام لتوريست منت السياح بيصعد لوفيس يبقى دون لوفيس برب منت بيدورها دون مع وسيل الموصلات اللي بركب فيها ومزبو ابدا الفران هو بي يركب لوفيس فراللي وليس طبعا الولاد دي على النف جميع طبعا عايزة قوم لمن في وفا عايزة قوم لمن في وفلس عايزة قوم لمن في يعايزة ني قبل البر طبعا ها قد هنا اي تجور الوحيدة الوحيدة اللي تنفع في الإثبات طبعا طبعا هنا هقول بون دي بون دي بقى بأشكالها دي الصفة معناها مزدحم خدناها من شوية في الصفات وعندي هنا لي بيوس يعني جامع مذكر يبقى أخد لها بون دي الجامع المذكر زوية اي زوية تكون أليمة ل ولي سي أخد يبقى غير رياضية عشان كده تحب تروح المدرسة على الأغداب يبقى سبورتيف ولي جيبت زوية دي اسم بانت ال شو ونت حالة الطقس يا إما تقول لطان تستخدم معهقت يا إما ال طبعا في ال في هنا ال فعل غير شخصي ما يصرفش مرتفع مذكر لما يكون بيعبر عن حالة الطقس ال طبعا الطيارة تكون موينة تترانسيبور بريفري أقول من عشان تي مذكر لو مترو أحمد برون شك جور يبقى طبعا لو لي بروندر مع وسائل المواصلات بتاخد أدوات يبقى مفعول مباشر ومترو مذكر يبقى لو بدل تي باسي تي أقول أين فقدي أكاستك جي في أكلب أون رولي أون بتزبق رولي كلمة رولي اللي هي تعل بتين شك بالظب تأمام اللي هي حزا التزاح لك يبقى أون رولي جي في وياج أون أبيون أنا بسافر بالطيارة أقول برسو كو سي بلو كومفورتابل لإن ده بيكون أكسر راحة لوبيس طبعا بورا عايزة مزر في فعل الفدة تمام أبيك عايزة أشخاص وما تنفع شخص لوبيس بورا لي ألي كل يبقى أطون دي انتظروا الأوتوبيس عشان تروحوا المدرسة تمام ده جملة أمرية لأن أخدت دي بالذات ده جملة أمرية لأعرفت منين إنها أمرية لأنها بدأ بفعل هاي وما فيش فاعل طيب ناخد شوية كمان لي باساجير يعني الركاب دون لي مترو يبقى عايزة تصريب ومنتي مع لي باساجير يبقى مونت الأخير هاي أنتي كور بارتير أقري علشان ترحل إلى باريس أون طبعا برون ذربي بروندر مع أون جي ني با لرس ويفون عايزة تصريب بربي دي سندر مع جي يبقى دي سند لأخير عايز أليك سولوس يعني ألي في قاس يبقى دي سند مي فرير أصن في لو مي فرير يبقى إلا في قاس يبقى عايزة تصريب الفربي مع إلا في قاس سيدة بس تي تي زامي أو كلب عايزة تصريب بربي أتوندر مع تي يبقى دي لفندري دي نو لو ديني أو ريستيران يبقى برينو ليه هنا أنا أخدها مع نو فو لوتران دويتر عايزة تصريب أتوندر مع الفو يبقى أخد بالأخير ها أوزب نو لاري بروشان يبقى تصريب بربي دي سندر مع نو يبقى دي سندو كي ريبوندر أساك كستيان يبقى كي فا كي بو كي بو كي بو كتب لكم كي أنا عايزة تصريف فعل وراك لما تلاقي كي أكني إيل بالزبط قدامك تاخد نفس تصريف الفعل مع إيل لأن تصريف الفعل مع كي هو هو تصريف الفعل مع إيل فعل الوحيد في الأربع دول اللي مصرف مع إيل أهو برب بوفور مع إيله تمام المفرد يبقى بو لأخير هاتي يستطيع البساجير يبقى من تلأخير هاتي البساجير الركاب يعني إيل بي كاس دون لوميترو هاي منافسة أو منافسة أو مسابقة يبقى يبقى البس بار برب ببسي معناها يمر بي أو يقضي لما تيجي يمر بي مكان أتلاقي وراها دايما حرف الجري بار يمر عند فلان أتلاقي حرف الجري شي فأخد بالك من إي أو إي دي يعني برب أبوار كمساعد وإي دي اسم المفعول من برب أبوار خدنا الحصة اللي فاتت تمام يبقى هو بير أو إيلوطو هو كان عنده الوقت إن هو يعمل القرص يتسوى كالير إي طبعا دي لتراكمية كاليري تيل فريدا إي لوكاس أفيسي كلات فريدا لوكاس يعني إي لفيكاس يبقى سيدي بلاس الأخيرة نائل نابع لفرس طبعا دترافعي ولا أترافعي لفرسة أ أفوار لفرسة أ ترافعي فو بريني لبيستيكلابل أقول له فو بريني بوركوا لماذا إنت هتأخد البيستيكلابل اللي هو الممر الخاص بالإي بالتراجات هاي هنوصل بالوقت لآخر شريحة منفرير يبقى إيير أوه ماضي مركب يبقى أبردي لو أبر ببردار سيدي فاتيجي لو أنت مرهق هقول لك أعود في البيت طب دي أنا هاخد الجملة التانية دي فين في الأمر طب أمر ما عدتي ولا نو ولا البو وصل على فعل الجملة الأول فعل الجملة الأول إيه فيه يبقى الأمر ما عدتي يبقى لسته جوليان إي مو أون رون دي فيزيت جوليان وأنا أون رون دي فيزيت إحنا هنزور آه طبعا جوليان إي مو يبقى نو اسم زائد مو يبقى نو يبقى يانوت ريانو جرون بير بارون جامع يبقى هاخد طبعا نو إيه لا راكت قال لك أون بوا أون بوا يعني مين الخشب يبقى بسأل عن المادة الخام بتاعة الراكت اللي هو المضرب مضرب التنس يا أولاد يبقى أون كوا جي بي أشي تي أن ليتر طبعا دي صودة كظروف الكمية وكلمات الدلة على الكمية كلها بتاخد الدي ودي إيه بسرق مون فرير بوا دي تي طبعا هقول أطوك موا يبقى هنا مقارنة بالفعل بيبقى زرفي المقارنة وأدتين مقارنة يجورة يعني أخويا بيشرب شاي زي البوكسي هو رياضة طبعا عنيفة أنا باخد هنا الصفة المين لبوكسي دي مؤنس طب أنا خدت الصفة المين بكلمة سبور اللي جاية قبلها لبوكسي يعني هنا الجملة ناميرودي الساب سبعتاشر تقولك إن البوكسي يكون واحد من الألعاب الرياضية فيلون ليه فيلون جامعة مزاقة عشان سبور جامعة مزاقة لبوكسي اتين اكتيفتي هتبقى فيلون ليه فيلون وصفة المين اكتيفتي طيب إحنا كده أخدنا اكزرسيس متنوى على كل الحاجات اللي إحنا أخدناها قبل كده مش على الدرس ده بس تمام كده وصلنا لآخر الدرس بتاعنا يارب تكون قدرت أفدكم بأي حاجة حتى لو بسيطة وربنا معاكم إن شاء الله وشدو حيلكو عشان الوقت دخل جدا فيلوبة كده تذكروا أول بول ربنا معاكم بإذن الله وأشوفكم على خير إن شاء الله الدرس اللي جاي بإذن الله الدرس التاني الواحدة الرابعة هانت كده المنهج احنا قربنا نخلصه بالتوفيق بإذن الله لكم جميعا وبأحسن الدراجات إن شاء الله درجة بار درجة ونمونت الإسكالية درجة درجة بنطلع السلم إيه بقا باك ونريب قو سيكسي إن شاء الله وخطوة خطوة نوصل للنجاح أبيان تو وأشوفكم على خير اشتركوا في القناة